تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من مشروعات سندوق التنمية الحضرية ومنها مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بدويقة بمحافظة القاهرة وخلال الجولة التفاقدية أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة ويأتي تمثيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بدويقة بناء على توجهات الرئيس السيسي حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء نموذجا لوحدة سكنية بالمشروع للوقوف على مستوى جودة الأعمال المنفذة خاصة أعمال التشتباط الداخلية والخارجية وتنسيق العمل الموقع وكذلك نموذج لأحدى المحال المقصصة للورش الحرفية بالممشاء التجارية